خليني بقى نروح لخبر تاني مهم ومفروض هتكون معانا على التليفون دلوقتي فاكرين مديحة حاتم الفنانة بدرية طلبة كان فيه نكتة كده من سنة بالزبط أو يمكن سنة وشوية طلعت على السوشيال ميديا الناس اللي بتام الكوميكس وميمز على السوشيال ميديا قاعدوا يقولوا طب يا جماعة تخيلوا كده لو مورجن فريمن عمل صوت الجوجل مابس أو الخرايط بتاعت جوجل فالناس في مصر قالت طب ما احنا عندنا حد أحسن بدرية طلبة تعمل صوت الجوجل مابس عشان لما تفتح كده الخريطة وتقولك انعادش في يسارا أو انعادش في يمينا فيبقى فيه كده تبقى مبسوط يعني وانت سايف الزحمة بتاعت القاهرة الموضوع كبر بقى وانتشر والناس قاعدت تعمل كوميكس وحاجات لطيفة من دي كتير لغاية لما فجئنا النهاردة البيجر الرسمية لجوجل في الوطن العربي جوجل أريبيا نزلت البيان اللي قدام حضراتكو ده جوجل قالت ايه بقدر استمتعنا بأفلام بدرية طلبة واعجبنا بالفكرة نود التأكيد على عدم تغيير اي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط جوجل الناس يعني قاعدة وعية قاوي قاعدة للسقطة واللقطة وشايفين الناس بيتكلموا ازاي والناس متابعة ويعني احنا مش قاعدين بنقدم في مالطة لا الناس شايفة وكمان مركزة وعارفة ايه اللي يخلي الناس تتفاعل معها اكتر وايه اللي بيفيد الناس الموضوع ده مهمة او يا جماعة لان يعني السوشال ميديا مهمة نكتة هي خلت جوجل بعظمتها ترد ومن ناحية التانية بدرية طلبة بقت الناس كلها بتتكلم عليها النهاردة طيب احنا كنا متفقين معاها طب يعني لو سمعانا بقى ارد علينا انا مش عقف ايه موضوع التليفونات النهاردة كل ما اتكلم حد مايردش عايزين نسمع منكم نبريك لك على الموضوع ده ونشوف بقى نعمل لك احنا ابليكيشن مصري نعمل احنا ابليكيشن مصري بصوت بدرية طلبة حد من الناس المطورين بتوع البرامج يعمل ده يا جماعة ابليكيشن لطيفة طيب لغاية لما نشوف هتبقى معانا ولا لا